ترجمة نانسي قنقر من ملاحم البطولة والشهادة على أرض لبنان زحلي في فم الأسد حصار قصف وتدمير لتركيعها وشعب يأمل بوت إلا وقوفا عندما أراد النظام الأسدي محوى عاصمة الكثلكة في الشرق وإبادة سكانها حصارا وقصفا وتجويعا لم تكن داعش قد وجدت بعد والأدهى أنه ترجم شعار تحالف الأقليات مجازر في القاع وحصارا للأشرفية وقصفا لزحلي وفيما بعد مجازر في سوق الغرب ودهر الوحش واغتيالات إجرامية واعتقالات تعسفية ما تقوم به داعش اليوم في سنجار وكوبني والموصل ما هو إلا نسخة منقحة عما ارتكبه نظام الأسد بحق زحلي وسواها بالأمس القريب نظام الأسد وأعوانه هم السابقون والدواعش هم اللاحقون أيها اللبنانيون كان على النظام الأسد أنذاك القضاء على زحلي طبعا فشر لإحكام قبضته المطلقة على البقاع وسد رئة الجبل عن السهل ومنع البقاع من تنشق هواء الحرية من قمم جبل لبنان فقرر مقاتلو القوات اللبنانية الانضمام إلى أهالي زحلي الأبطال لمنع النظام المحتل من غزوها كان على هؤلاء الأبطال السير لأيام مطنية بين ثلوج قمم صنين ونيران راجمات الاحتلال للوصول إلى زحلي كانت التضحية كبيرة وكبيرة جدا لكنها هانت في زبيل زحلي والبقاع وانتهت حرب زحلي بملحمة كبيرة قوامها عشرات وعشرات من البطولات والأمجال ففي 15 نيسان 1981 تعرض رتل من القوات اللبنانية في صنين لإغارة طوفات سورية تشتت الرتل وظل رفقان طريقهما بعدما قطعا مسافة بعيدة على الثلج الكثيف في صبيحة اليوم التالي وجد الرافقان وكان كل بجانب الآخر وبينهما سلاحهما الفردي وقد لفظا أنفاسهما الأخيرة من شدة السقيع هذان البطلان كان فؤاد نمور وجورج نخلي إن استشهادهما مع جميع الرفاق الآخرين حافظ على كرامة البقاع وأبقى زحلي مدينة لبنانية حرة وأعطى مثالا حيا للأجيال اللاحقة في الصمود والبطولة والتضحية هذه هي القوات اللبنانية هذه هي القوات اللبنانية أبطال يسقطون فوق القمم ليبقى سهلنا والجبل حرا ودماء تروي الأرزة لتبقى خضراء وليبقى لبنان شامخا أبيا لهم لبنانهم ولنا لبناننا أيتها الرفيقات أيها الرفاق لم يكتفي نظام الأسد بما ارتكبت يداه أيام الحرب بل تابع إجرامه ولو بوسائل مختلفة حتى أيام السلم وهو رفيقنا نديم عبد النور يسقط غدرا بأيدي سلطة الميصاية بعد سنتين على نهاية الحرب وكلامنا على الشهادة وفي منطقة البقاع بالذات يبقى ناقصا إن لم نعرج على دير الأحمر ونستذكر شهيدها شهيدنا الغالي دائما أبدا أكرم القزح هذه هي القوات في أساس نشأتها عطاء حتى الاستشهاد وإرادة لا تلين تقاوم القدر والزمن والطبيعة لتبقى لنا هذه البقعة من الشرق حرة أبية آمنة في حديث إزاعي في حديث إزاعي سئل الشيخ بشير كيف ترى مستقبل لبنان فكان جوابه أن روى حادثة تشهاد الرفيقين فؤاد نمور وجورج نخلي مضيفا مستقبل لبنان أراه كما رآه هذان الشابان للمرة الأخيرة ناصعا كالثلج الذي حضنهما واليوم واليوم تحديدا واليوم تحديدا أضم صوتي إلى صوتي الشيخ بشير لأؤكد أن مستقبل لبنان أراه كما رآه هذان الشابان وبقية شهدائنا ناصعا كالثلج فلا تخافوا لهم لبنانهم ولنا لبناننا إن مستقبل لبنان بوجود شبان مثلكم وأبطال أمثال فؤاد نمور وجورج نخلي ونديم عبد النور وأكرم الإزح والآلاف غيرهم وبوجود رجال يؤمنون بالقضية حتى الاستشهاد هو مستقبل ناصع كالثلج فيا نساء القوات ورجالها في البقاء يا شباتها وشبانها ماذا تريدون أن يسمى احتفالكم اليوم فليسمى احتفالنا اليوم احتفال الشهداء أكرم القزح نديم عبد النور فؤاد نمور وجورج نخلي أيتها الرفقات أيها الرفاق بين المقاومة اللبنانية والبقاع تاريخ من التكامل والنضال والبطولة في مواجهة الأخطار فلا بقاع من دون مقاومة لا بقاع من دون مقاومة لأن وجود البقاع بحد ذاته كان على الدوام محفوفا بالأخطار المتأتية من جيرانه والمقاومة تبقى ناقصا من دون البقاع لأن الرجولة والبطولة والسخة التي تميز رجال البقاع كانت مثال العصب والنبط والحياة اللازمة لاستمرار المقاومة صحيح صحيح أن البقاع هو الخاسر الرخوة للبنان التي حاول ولاة الشام القديمون والحاليون إخضاعها لإخضاع لبنان لكن صمود أبنائه ومقاومتهم حولت هذه الخاسر الرخوة إلى قبضة حددية حتى مطمعهم مطامعهم وأهواءهم ولابد من تذكير البعض أن المقاومة في البقاع كانت دائماً مقاومة لبنانية ودفاعاً عن البقاع بالتحديد لا تمدداً داخل القلمون والشام ودرعا وحلل إن المقاومة الحقيقية في البقاع كانت على الدوام مقاومة دفاعية تتسلح بقوة الحق والإيمان شبيهة بتلك التي يخوضها اليوم الجيش اللبناني في وجه أي اعتداء يستهدف لبنان ولم تكن يوماً مقاومة تنتهك أراضي الغير دفاعاً عن بشار الأسد في الشام وتستجلب الأخطار والاعتداءات على البقاع ولبنان وتجبر اللبنانيين على تسديد فوتيرة باهظة إن المقاومة اللبنانية الحق تبدأ في البقاع وتنتهي فيه ولا تبدأ في القلمون وحلب ودرعا ولا تنتهي حتى في صنعاء وسعدة يتها الرفاق رفيقات أيها الرفاق مضى ولا تنجر إلى غياهب التاريخ وبقيت القوات وبقي أبطال البقاع يصنعون التاريخ مضى ولا تنجر ومضى معهم ماض أسود من الاتهادات والاعتقالات والتصفيات عانى منها أهالي البقاع أكثر من سواهم لن ننسى البطولات التي سطرها أبطال المقاومة اللبنانية في زحل عرين من زحل عرين الأسود إلى دير الأحمر وابتدعي والقدام والمشاير فيه لن ننسى دحايا وشهداء مجزرة القاع ورأس بعلبك في العام 1978 لن ننسى أبلح والفرزل وبر اليس وكفريا وعميق وصغبين وخربة قنفار ومشغرة وبيت لهيا لن ننسى رشايا الوادي بلدة الشهيد نقول أبو عسلي لن ننسى معتقلين في سجون نظام القبور إن ننسى لن ننسى مرتكبه نظام الأسد في لبنان وفي البقاع بشكل أخص إن ننسى لن ننسى الذين استشهدوا كي نبقى نحن ويبقى البقاع وينتهي الظلم ويزول الاحتلال لن ننسى لن ننسى كل ذلك ليس لأن الجرح مع النظام الأسد عميق فحسب ولا لأن المخفيين قسرا لم يعودوا إلى ديارهم أيضا ولا لأن دماء وسام الحسن وبياري جميل ووليد عيدو وجبران طويني لم تجف بعد وإنما لأن ارتكابات هذا النظام ما زالت مستمرة بحق لبنان حتى الساعة وآخرها شبكة الأسد مملوك اسماحة عسى القضاء اللبناني ينصف لبنان ولو لمرة في هذه القضية أيها الرفقات أيها الرفاق صحيح أن الانتماء العلني للقوات اللبنانية في البقاع أبان الحرب وخلال حقبة الاحتلال كان محفوفا بالمخاطر بسبب تملك المخابرات السورية به لعقود إلا أن ذلك أعطى نتيجة عكسية فساهم في توسيع القاعدة الشعبية للقوات عوض تقليسها وشجع شبانا وشبات بقاعيين كثر على تأييد قضيتها المحقة عوض أن يتسبب بتخاذلهم أو رضوخهم للضغوط أنتم الخميرة الصالحة في تربة البقاع الخصبة لقد ناضلتم بكل ما أتيتم من قوة وصمود وجلد وكنتم بعسب المقاومة في زمن كان مجرد التلفز فيه باسم القوات يودي بصاحبه إلى الملاحقة والسجن والتهلكة إن وفائكم إن وفائكم للقضية مصدر فخر واعتزاز للقوات لأنكم أخذتم الرهان الصعب وتحملتم المخاطرة في البقاع فيما أخرون تنعموا بالأمن والحرية والاستقرار في كنف المناطق المحررة لو كانت القوات بصدد تقييم درجة التزام وإيمان وبطولة كل فرد منها لحل قواتي البقاع في طليعة مناضلها فهنيئا للقوات بقواتها في البقاع وهنيئا للبقاع بقواته والقوات أيها اللبنانيون إن البقاع هو ثروة قومية على الصعود الزراعية والاقتصادية والصناعية والتجارية كافة وهو أهراء الشرق ومستودع المواسم والخيرات لكن البقاع مع ذلك يعاني إجحافا كبيرا إن على صعيد تراجع الخدمات العامة أو لناحية صعوبة تصريف الانتاج أو لجهة غياب الإنماء المتوازن أضف إلى هذه المشاكل الاقتصادية والمعيشية مشاكل اجتماعية وصحية وبئية وغيرها ناجمة عن إهمال مزمن في هذا السياق لا يمكن إلا أن نلقي الضوء على مشكلة مزمنة يعانيها البقاع هي زراعة المخدرات يعتقد البعض أن هذه الزراعة الممنوعة توفر مدخيل لمزارعين ومواطنين مهمشين في البقاع لكن يفوت هذا البعض أن الأذى الذي يصل إلى حد الموت والذي تسببه المخدرات لن يوفر أولاده ولا أحفاده بالذات ولن تعود عليه أموال العالم كله إن حرصنا على الشباب اللبناني بجميع فئاته بمن فيهم أبناء هؤلاء المزارعين بالذات تحفزنا لإطلاق حملة وطنية عامة لمكافحة المخدرات زراعة تجارة ترويجا وتعاطيا ولن تتوقف إلا وقد أصبح لبنان معافا من هذه الآفة أما أم المشاكل في البقاع فتبقى الاهتزازات الأمنية الكثيرة وحالة الاضطراب التي تسود أجزاء واسعة منه بفعل السلاح غير الشرعي وعصابات السلبي والنهبي والإجرام بهذا السياق نتوقف عند جريمة ابتدأي التي ذهب ضحيتها صبحي ونديمي الفخري والتي هزت الرأي العام اللبناني سائلين القضاء اللبناني والأجهزة الأمنية عما آل إليه مسار هذه القضية ولماذا لم يتم توقيف أي من المرتكبين وجميعهم معرفون حتى اليوم إن دماء أبناء ابتدعي كما دماء كل البقاعيين ليست رخيصة ولن نقبل بأن تكون مستباح من هنا فإننا ندعو الدولة اللبنانية إلى الضرب بيد من حديد والعمل على توقيف المتهمين بهذه القضية فورا وسوقهم إلى العدالة أيها اللبنانيون إن الدولة مدعوة لليوم إلى مشاركة البقاعيين بعضا من همومهم الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية من خلال إنشاء منطقة اقتصادية حرة في البقاع مخصصة للصناعات الغذائية التي توفرها أراضي البقاع ومواسمه المتنوعة وهو مشروع حيوي ومهم يحقق النمو المتوازن ويذب الاستثمرات الخارجية ويحرك العجلة الاقتصادية ويحسن الحركة الزراعية والتجارية مما يوفر فرص عمل كثيرة للبقاعيين ويساهم في تثبيتهم بأرضهم ويزيل بعضا من الإجحاف الطريخي اللاحق بهم تعالوا نحول البقاع إلى مناطق اقتصادية حرة عوض تحويله إلى بؤر أمنية وعسكرية ملتهبة خطوة أخرى تسهل على المواطن البقاعي حياته هي الحكومة الإلكترونية إن مشروع الحكومة الإلكترونية هو نقلة نوعية على مستوى الإدارة اللبنانية ككل يستفيد منه جميع اللبنانيين لسيما أهالي البقاع بالنظر إلى مساحة البقاع من جهة وبعده عن العاصمة من جهة ثانية فلنضم جهودنا جميعا لتحقيق هذا المشروع في أقرب وقت ممكن أيها اللبنانيون حان الوقت حان الوقت لتقوم الدولة بمنع عبور قوافل السلاح والمسلحين عبر الحدود والحؤول دون أمعان البعض بالتورط في الأحداث السورية حان الوقت لتسعى الحكومة لدى الجهات الإقليمية والدولية المعنية لنشر مراقبين دوليين على طول حدودنا الشرقية لمساندة الجيش اللبناني في مهمة مراقبة الحدود وحمايتها إن الحدود السائبة تعلم الناس الحرام فلا يجوز أن تبقى حدودنا سائبة في غالبيتها إلى مواطنين في القرى والبلدات البقاعية الحدودية إذا كانت الحراسات الليلية في بلداتكم تشعركم بالطمأنينة فنحن من المؤيدين شرط أن يحصل هذا الأمر بإشراف الجيش اللبناني وحده وتحت أعين الدولة اللبنانية لا أن يكون لصالح جهات حزبية كانت بالأساس السبب في استجلاب الحرب السورية إلى أبواب لبنان وإعقاعكم في الأخطار التي تتحسبون ونتحسب لها جميعا اليوم إننا في هذا الإطار ندعو إلى إنشاء لواء من أنصار الجيش اللبناني يتألف من أبناء القرى الحدودية في البقاع الرغبين في حراسة قرىهم وبلداتهم لكن يعمل تحت إشراف قيادة الجيش مباشرة أيها اللبنانيات أيها اللبنانيون لا يجوز أن تبقى انتخابات الرئاسة في لبنان رهنا بالسياسة في تهران كما لا يجوز التلاعب بمصير أربعة ملايين لبناني وشل حياتهم السياسية واستطراضا الاقتصادية بانتظار معادلات المنطقة وحصة إيران فيها من جهة ثانية إن تعطيل انتخابات الرئاسة لم يأتي بفخامة الرئيس القوي وإنما بفخامة الفراغ فحسب إن الفراغ في موقع الرئاسة لم يحسن واقع اللبنانيين ولا المسيحيين في ظل الظروف الإقليمية الراهنة وإنما أضر به أي ما ضرر إن الإمعان في تعطيل انتخابات الرئاسة يزعزع الاستقرار السياسي والأمني والنقدي ويأخذ اللبنانيين إلى المجهول إن الطريق الوحيد لإعادة الانتظام إلى عمل المؤسسات وإعادة الاستقرار إلى لبنان والثقة بالاقتصاد اللبناني هو في انتخاب رئيس فورا رئيس يعبر عن بيئته ويطمئن إليه اللبنانيون من جهة ثانية علينا العمل جاهدين لترسيخ دعائم وحدتنا الوطنية وتعميقها توخيا لمزيد من الاستقرار لنظامنا السياسي ولثقة أكبر في اتفاق الطائف بهذا الإطار نرى أنه لم يعد هناك أي مبرر للتأخر في إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية كما إقرار قانون استعادة الجنسية لمال هذين القانونين من تأثير كبير على لحمتنا الوطنية وتفاهمنا وتعاضدنا في مواجهة كل طارئ ومستجد في خضم كل ما يجري في المنطقة أيها الرفقات أيها الرفاق إن البطاقة التي تتسلمون اليوم هي مسمار ندقه في نعش التقاليد البالية إنها شمعة نضيئها على دروب الحرية والديمقراطية الحقة والحياة السياسية السليمة في لبنان إن بطاقتكم الحزبية هي بمثابة تتويج لمسار نضالي طويل تجسد بحزب عصري ديمقراطي مرن اسمه القوات اللبنانية فحافظوا على هذه البطاقة محافظة أبطال زحلي والقاع ودير الأحمر والبقاع الغربي على هوية البقاع وكرامة لبنان أيتها الرفاقات أيها الرفاق من دير الأحمر إلى صغبين والمنصورة وعانا من زحلي وقاع الريم والفرزل ورياق وجديتة وتربل وتعلباية إلى عيناتة وبشوات وصفرة وبرقة والقاع وراسب علبك القوات في صلب البقاع من شماله إلى غربه ومن وسطه إلى شرقه من حرمونة إلى صنين وعيون أرغش وقمة القرن السوداء عيوننا ساهرة على لبنان لخدمة الحرية والإنسان نجدد العهد أن تبقى القوات اللبنانية ملكاً للشعب اللبناني كله لا أن تصبح أسيرة قلة أوليغارشية أو بيروقراطية أو عائلية أو دكاناً يدار بعقلية الكسب السريع نجدد العهد والوعد أن تبقى القوات حزب القضية والرؤية والمشروع لا أن تصير حزب المختار ومزراب العين والنطور إن القوات صوت من العالي ينده للكرامة والحرية كل يوم لا رجع صداً لأزمنة الأقطاع القوات أبطال لا منتفعون مقاومون لا مرتزقة مناضلون لا مرابون القوات فئات شعبية ونخب فكرية ومهنية لا سماسر غض الطلب لأقلية نفعية مصلحية فهيا إلى القوات تبسط لكم ذراعيها لتحتضنكم رفاقاً أعزاء أبطالاً أشداء وأبناء أوفياء هيا إلى القوات إلى حيث التاريخ ينبعث من وقفات عزها كل يوم وإلى حيث المجد يقتف من كروم زحلة والبقاع وصنين وكل لبنان ويعصر في خواب المقاومة انتصارات وإنجازات إلى حيث يعتق في أقبيات الذاكرة والتاريخ والوجدان حتى يرفع شعبنا نخب الوجود الحر على مر الأزمان مشي مشي حرككم مزبوط إلا النخب زحلة إن البطاقة التي تتسلمونها اليوم هي بطاقة دعوة إلى هذا المسار العظيم وهذا التاريخ المجيد فلا تتخلف عن تلبيتها عشتم عاش البقاع عاش القوات لبنانية يحيى لبنان